السلام عليكم سيكون من الله سبحانه وتعالى الامر لكم تكون طيبة هذه الايام نحن عندها في البياي التلوجات الانسان تحبس شيء ثلث ايام او 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 ايام لا تستطيع تحبس في الدار سيكون تسجين في الدار لله يحفظ المسلمين اجمعين يا رب اوكي تكتر الحلويات في الدار خصك طيب تدي الحلويات تدير الشهيوات الانسان باش يدوز الوقت سيكون قلقو شوية يمكنك تدير البنية تعاوني فاتشي مثل هذه النار اختررنا لكم أليس واحدة المثال المغربية. عادة هذا بارد وتتكال إلا كانت عراضة كبيرة لكي يهضم الأخوات في نص الوجبين لكي يهضم. أنا لم أفعل ذلك. أنا أفعل ذرسر عادي حلوة عادية. أضعها لأهلي وحبابي والعائلة. لا أضعها في وسط ما يكن لدي شيء آخرين. إن شاء الله في العيد الأدحى سنتقاس معكم. وقد سنتقوم بعملها لحماية. إن شاء الله تقدمت لديك حلوة يحضر لكي يهضم احسنين من هذا الفرنسي. بكل صراحة الإيطانيين لديهم هذا الشيء. هذه الخطوة ستقدرين لديها. هذه بحريوة اللوز والبعويد. لا أعرف أيهاب العربية. البعويد المغربة نقوله البعويد انت تستغني على اللوز إذا لم يكن لديك شيء أو إذا لم يكن لديك حسنا سوف نزوق الحلوات سوف تقطع البعويدات سوف تقطع النص سوف تأخذ الطريفات من نص سوف يكون ورقاء الباقي ثلاثة البعويدات سوف تقطعها سوف تقطعها البعويدات سوف نقطعها شرائح سوف نقطعها بذلك الطريقة لكي نحصل على طريفات صغار سوف نزول الخطوة التالية سوف نزول المقلة سوف نزول من المجدد ونجد السكر ونجد السكر ونجد السكر سوف نحمر بعض المرات ثلاثة يكونوا اكبر ثلاثة يكونوا اكبر بدقيطات الحامض وعشرين جرام دي السكر سوف نطربو حتى البيض البيض سوف يبقى واقف إذا قلبتها لا يطيح لك هذه الخطوة مهمة نضعه في نقية في نفس البول وخافيها شوية البيض البيض سوف نضعها خمسين جرام دي السكر و شوية البانيلا سوف يصبحوا كريميين البنات واللون سوف يقوم بالبيض او البلونكس انا نسيت مزة البانيلا اوكي دابا سوف نضعه ثلاثين جرام قدريت تدري الدقيق ما لديه اللوز ولكن باللوز منياتي كجزوينة ثلاثين جرام دي السكر خمسة وعشرين جرام دي السكر ومحلقة كبيرة دي السكر تتقدر يا ابنتين لما بغاش تدريد يدير خمسين جرام دي السكر كما درت انا ومحلقة كبيرة دي السكر هالشي اللي درت كتتحرك يا ابنتي عادي وغنقبطه واحدة ربعين جرام دي السكر دي السكر بارده تكون بارده غنقبطه شوية من ذاك البارد هالشي اللوز وغنقبطه بديك الزبدة حتى يجانس مزيان من بعد ناكس دي السكر يديري ذاك الخليط بشوية بشوية وحركي حركي مزيان ما تخافي شاي ماشي حاول يدخل الزبدة حسنا هنا سوف نقولك أبنتي هذا البيض البيض لا تخلط بقوة يضاف بدفعات وشوفوا الطريقة كيف ندير سباتشل لديك بطاطا وقلبات ومزيان ومزيان لماذا؟ سوف تقولي لي بشوية البيض لا تخسر لديك اللوز الذي يعمل سر كيفية الحلوة ناجحة هذه مرحلة كيفية التخلط في المدينة كنت في 20 إلى 30 عام سر سر يطلق حلوية فرنسية من أصول مغربية هذه الحلويات تخلطي لا تخلطي البيض 100% ستخلطي 90% و10% يقصد ترى البيض البيض كان هنا كان هنا وصفات وكلمة يضعون كسر النجاح انا هذه اعطيتها في سبيل الله تدعي معها الله يحبب لها الايمان وكره الى الفسق والطغيان دوز والبناء نصب الكريما دابا عندك مئتين ميل ديال الحليب من 60-80 جرام السكر والحلاوة على حسابك انت غديرها على النار على النار مهيلة وهذاك الكتاب ابنياتي لها الزمامة قمي لها الزمامة في عامين 20-30 عام يلا كتبوا ليه انتظروا ان هذا الكتاب قديم يلا نرى ان تفعله سوف نصبه كريم باتيسيا 4 صفرات البيض مع 3 معالقة دقيق وخلطي تخلطي جيد حتى يصبح الخليط كريمي بحل هذه الطريقة النبائي بدأت البيض ويقام البيض سوف نصبه البيض على الحليب لحدام البيض عبادة صغيرة وحقيق كنتم من البيض التحديد سوف نعرف كبارة يضع دقيق سوف نضيفه على النار و لا نوقفه على التحرك هذا هو كريم باتي سيرا كل شيء يعرفه على النار تبقى تحرك تحرك تكي تقال نحيدها من النار الى لاحظة الكريمة كيف يستعمل الجالاتين سوف يستعمل الجالاتين سوف يستعمل الجالاتين ولكن الجالاتين يستعمل غير معلقة من النار لا يوجد الجالاتين ضروري إذا تم تفضل مصر بحضرة خطة للمصر تسير قبل مصر شروع على حكل مصر و مصر أماكن إحتوى إذن قراءة ثم إنكم سوف يستعمل المصر تحرك إلى مصر حتى تضرب من الصح واحد سوف يسهد تضيف الحلوة تكون مزال و تضيف تضيف بلعقل تضيف تضيف حلوة تباك 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 تعطي التباك جوز لأن الجاراتين ستقلي كل شيء لأن الجاراتين لا يكون ناشف لكي لا يخسر الكريمة بعد ما نخلطه سوف نصبه كريمة شانتي سوف تستطيع كريمة السائلة سوف نضيف سكر والباني و السكر على حسب الدوق الإنسان سوف نقش من السكر والله يجبك بخير سوف نخلطه كريمة شانتي مع الكريمة السائلة سوف نضيف الحلوة و سوف تصب في فوق الخليط أنا دورتها باستخدام الخليط لأن الخليط يسائل كيف سوف ترون معي سائل لا يمشي للجنب ولكن هذه الورقة لا يمشي للجنب سوف ترون كان علي نستعمل شيء أخر لا يمشي للجنب حسنا سوف نصب الخليط سوف تقوم بالجنب و سوف تقوم بالسوح و سوف تلاحظ سوف نصب الخليط سوف نساءل لماذا يوجد جلاتين لأنه سوف تقوم بالجلاتين سوف تكون تقيلة سوف نستعمل من غير سوف تقوم بالجنب من غير سوف تقوم بالجنب لان لدي القليط لأجزل كيف حلوة لأجزل اللي كلها لوس ان شاء الله اللي كي بغيو اللوس هادية اللي كي بغيو اللوس كيف ما قلت لكم حلوة خفيفة الدوق دياله جد 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 راقي الحلوة الكيكة سبانجية صوفت مويست غير تبعي الخطوات ديالي anyway نهاية الحلقة ما تنسوناش من الدعاء ديالكم كالعادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة